اهلا بحضراتكم من جديد في القرعة في البداية هو النادي الاهلي الكلام على استاد هاردروك هاردروك هو الاستاد الخاص لميامي نفسه يعني انت راح تلعب ميس في بيته في مدينة ميامي جاردنز في ولاية فلوريدا الاستاد ده تأسس مش قديم ده في سنة 87 ساعته 75540 متفرك لعب فيه اكبر او استضاف اكبر حدث رياضي في كرة القدم كان نهائي بطولة كوبا امريكا سنادي وكانت بين الارجنتين ومنتخب كولومبيا يوم 14 سبعة لفات وانتهت بفوز الارجنتين يعني ميس يتقلق على نفس الملعب بهدف من انضاء لوتارو مارتينيز في الديام 112 بعد الوقت الاصلي قبل كده كان بيطلق على الملعب ده اسمه جوروبي قبل ما يتحول الى سان لايف بعدما وقع فريق ميامي دولفس وقع عقد لمدة خمس سنين نسبة الى فريق جامعة ميامي اللي بتقع فيها المدينة اصبح ملعب هارد روك مكانا لبطولة ميامي المفتوحة للتنس من سنة 2019 من 2022 اضيفت لي كمان حلبة للفرمولا 1 حيص تضيف اولى مباريات كأس العالم الاهلي وانتر ميامي ده الملعب ده كمان بالاضافة لمباراة الافتتاح هيصتضيف ست مباريات اخرى او هو هيصتضيف ست مباريات لكأس سبع مباريات لكأس العالم عشرين ستة وعشرين بقى ان شاء الله اللي حتصتضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك طيب ده كل حاجة عن انتر ميامي ونجمه ميسي وامكاناته بورتو البرتغالي بقى المنافس الاوروبي للاهلي ده نادي اديم تأسس باش مهندس الف تمانمائة تلاتة وتسعين فاز بالدوري تلاتين مرة بالكاس عشرين مرة خد دوري ابطال اوروبا مرتين وخد الدوري الاوروبي مرتين وبالصوبر الاوروبي مرة وفاز بالانتر كونتينينتل كمان مرتين اذا ده نادي عريق ونادي بطل نادي في المنتهى الخطورة يعني صحيح عشان بس تاخدوا بالكوا ان القرعب مش سهلة بالمراس البرازيلي تأسس الف تسعمية واربعتاشر فاز بالدوري اتناشر مرة وبكاس لبرتادوريس تلات مرات وانتر ميامي قلتلكوا تأسس الفين وطمانتاشر وخد بطول انا عز اتوقف عند بالمراس احنا بالمراس لعبناه مرتين عشرين عشرين وعشرين 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 كسبنا مرة كسبنا مرة لكن تاني مرة لو تذكر راحوا احتلوا ايوا الملعب لدرجة موسيميني قالك ايوا لكن لما رحنا لقينا الملعب كله فين فين ناس وكانت اول اول يعني شك فما بالك بقى امريكا اللي مليانة جاليات من امريكا اللاتينية تحديدا من البرازيل موسيميني موسيميني موسيميني